تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 587 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 146 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة للسلع الغذائية فتم ضبط أكثر من 40 طن وفي مجال عدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيدة من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 91 طن وفي مجال البيع بأزيدة من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فتم ضبط أكثر من 11 طن وفي مجال قضايا المخابز فتم ضبط 467 قضية من بينها 174 قضية خبز نقص الوزن و 173 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف فتم ضبط 6 قضايا بمضبطات بلغت قرابة 16